السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر حضراتكم بتابعين الملف بتاع المجرم الإرهابي بتاع فرنسا الراجل اللي اقتحم يوم الجمعة الماضي مركز ثقافي كردي ثم عن طريق المسدس بتاعه اللي فرغوا في كل الموجودين هناك قتل وأصاب حوالي ستة أو سبع أفراد أكراد ثلاثة ماتوا وخمسة ستة كانت حالتهم خطيرة خلال الأيام اللي فاتت الراجل ده اعترف بعضمة لسانه أنه هو بيكن كراهية غير عادية للأجانب وبيمارس ضدهم الإرهاب والاضطعاد الراجل ده كان مطلق الصراح خلال السنوات اللي فاتت على الرغم من ارتكاب عشرات الجرائم الموجهة ضد الأجانب وبالذات العرب والمسلمين ورغم ذلك أطلقته الأجهزة الأمنية الفرنسية الرسمية أطلقت صراحه خلال السنوات اللي فاتت وما حاولتش تاخد معاه موقف ما بين السجن أو إطلاق الصراح بتاعه بشكل سريع للغاية على الرغم طبعا من فداحة الجرائم اللي ارتكابها طوال السنوات اللي فاتت فجئنا بأن الستة فرنسا أعلنت بالأمس الراجل ده مجنون يا جماعة لو إن سيادتك كدولة عربية حد من الموجودين عندك تنمر أو تحرش بأي من الأجانب وعتك سودة اضطهاد دينك بيحث على الإرهاب دينك صفته دينك نعته تنتم مجموعة من اللي صفتكم مجموعة من الإرهابيين مجموعة ومجموعة لو إن اللي تحرش بالأجانب ده كان فعلا مصاب بلوسة عقلية وإنت قلت كده هيبقى وقعتك أسود من قرن الخروم ليه؟ يبقى أنت بتحاول تداري على الراجل بتاعك ومش بعيد أن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بتسليمه بالقوة الجبرية الله هو إحنا هنروح بعيد ليه؟ مش الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة الراهنة عقدت صفقات قذرة مع عبد الحميد الدبيب رئيس الحكومة الليبية المقال من أجل تسليم مجموعة من المتهمين اللي زعمت أنه هم متورطين في حادث لوكيربي اللي حصل سنة 1988 ومنذ عام 1988 لحد تاريخ السعادي أمريكا بتطالب بتسليمه التهمين من قلب الدولة الليبية وبيتواطأ معها مجموعة من الخوانة اللي بيدير الدولة الليبية في غفلة من الزمن طيب واللي بحصل هو مش من حق الدول اللي منها المصابين دولي والمجنع عليهم في قلب باريس أنه هم يطلبوا بتسليم البناء آدم ده ليهم على غرار اللي بتعملوا أمريكا ليه الإعلام العربي وإعلام الدول الإسلامية ما يطلبش في ذلك ليه الحكومات العربية ما تعملش بنفس الطريق آديا ليه حضرتكم ما معنى حلال لأمريكا وحلال على الدول الأخرى أنه هم يطلبوا تسليم متهمين متورطين في قضايا وجرائم ضد رعاياهم وفعلا بيتم تسليمهم وإلا يتم فرض عقوبات على الدولة دية زي ما حصل مع دولة ليبيا حتى أيام معمر القزافي وحتى اللحظة الرائنة ليه إحنا ما نطلبش المعاملة بالمثل شوف حضرتكم التفاصيل لوري بكوة المدعية العامة في باريس قالت أن المتهم اعترف بأنه هو بيكن كراهية للأجانب والنيابة العامة ذكرت أن المتهم هاجم قبل كده ضحايا لا يعرفهم وأنه متورط في قضايا سابقة وله سوابق كثيرة على الرغم من أن رئيس المخابرات الفرنسي كان نفى معرفته بالمتهم ده وقال بالحرف الواحد أن المتهم ده مالوش أي ملفات أساساً عندنا طبعاً مظاهرات غير عادية اشتعلت احتجاجاً على ما حدث وتضامناً مع الضحايا والشرطة تعاملت بقوة والإعلام تعامل طبعاً بحياء مع الحادث وطبعاً تم الاتفاق على إخراج المتهم بصورة مجنونة يعني حضراتكم الراجل ده مصاب بلوسة عقلية وإن تم تحويله لبعض المصحات النفسية يعني تخيلوا حضراتكم إن خلاص مصيره تحول لمصحة نفسية طب ثانية واحدة بس هو أنت فجأة اكتشفت أنه هو مصاب بلوسة عقلية المراضي طيب لو هو كان مجنون ومصاب بلوسة عقلية ليه أنت ما تعملتش معه بنفس الطريقة ديت في سنوات سابقة ثم إذا كان له سجلات سودة بنفس الطريقة ديت لرئيس المخابرات الفرنسية نفع علمه أساساً بالمتهم ده وقال بالحرف الواحد يا جماعة خلي بالكم الراجل ده أساساً مالوش أي ملفات في الأجهزة الأمنية الفرنسية رحظوا حضراتكم إن فيه تضارب في أقوال كل القيادات بتاعة الأجهزة القضائية والأمنية المختصة التضارب ده بيكشف السطار عن إن فيه محاولات للم الدور بحيث إن فرنسا ما يكونش شكلها مفضوح جزء من الذين تم الاعتداء عليهم دول أساساً يعتبروا أكراد يعني تخيلوا حضراتكم يعني مثلاً شوفوا بقى يعني مثلاً شوفوا اللي بتاعات التفاصيل هجوم المتهمة على مركز الأفراء للأكراد أصفر عن مقتل القيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا أمينة كارا بالإضافة إلى مقتل اللاجئ السياسي مير بيروير طبعاً ورجل آخر قتل أيضاً كما أصيب ثلاث رجال أحدهم في حالة خطيرة الله فأنا مش من حق بقى في الحالة دي أطلب تسلمهم النيابة الفرنسية أعلنت أن المتهم بقتل ثلاث أكراد الجمعة اللي فاتت في باريس كان ينوي في البداية اغتياء المهاجرين شمال باريس حيث يقيم عدد كبير من أصول أجنبية بدافع كراهية مرضية وقد تم نقله إلى عيادة الأمراض النفسية بمقر الشرطة يا حلاوة طيب حاول تكرر المسألة دي كده تخيلوا يعني شوفوا السيناريو ده لو أني الكلام ده مثلاً حصل في مصر واحد مصري اعتدى وقتل خمس ست أجانب ثلاثة منهم ماتوا وثلاثة أربعة فضلوا عايشين في حالة خطيرة طيب إيه اللي كان ممكن يحصل رقم واحد أعلان حالات الطوارئ رقم اثنين أن لابد أن الأجهزة الأمنية مثلاً الفرنسية تكون حاضرة كل التحقيقات مع الأجهزة الأمنية المصرية ثم إذا حكم القضاء المصري على المتهم ده أو أن الأجهزة الأمنية قالت أن المتهم أساساً مصاب بالجنون وقعت مصري سودا لا ساعدتك أنت بتحاول تنفي التهمة عن نفسك أنتم مجموعة من الإرهابيين أنتم وأنتم وصفاتكم ولي 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 زي ما حصل في ملفات سابقة وإذا القضاء المصري حكم عليه مثلاً بتأبيدة 25 سنة هنكتشف أن فرنسا بأجهزتها بإيه منويل ماكرون رئيس فرنسا نفسه يطلب إعادة المحاكمة لأن الكلام ده ما ينفعش يعني إيه تأبيدة الراجل مفروض أنه ياخد 500-600 سنة ثم تطلب فرنسا الملف بتاعه وإن هو يسلم لفرنسا عشان تحكمه بمعرفتها وإذا رفضت مصر مثلاً ولا حاجة أو أي دولة أخرى حصلت فيها نفس الحسد مثلاً فوراً على طول نكتشف العمم المتحدة كل المنظمات الحقوقية تتحرك بشكل قوي للغاية ثم ناتجتها فرض عقوبات على الدولة دي ثم 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 مثل ما حدث ويحدث حالياً في قلب الدولة الليبية لكن أن يحدث الأمر في فرنسا بهذه الشاكلة لا فرنسا لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفاها فرنسا تقتل تدمر تخرب كل مواطنيها يقتلوا أي حد أجنبي النسياتك تتكلم أو ع حسك عينك تتكلم كلام ده ما ينفعش إحنا فقط لغير اللي نتكلم أما أي دولة أخرى فالدول الأخرى دي أساساً دول ديكتاتورية ما تعرفش يعني حقوق إنسان طب ثانية واحدة الحادث اللي حصل يوم الجمعة ده حضرتك أساساً ما لهش علاقة بحقوق الإنسان وإنت المتهم الأولاني كحكومة فرنسية ليه حضرتكم؟ لسبب بسيط للغاية إن الراجل ده مطلق الصراح منذ سنوات طويلة على الرغم من أنه هو ارتكب عشرات الجرائم المماثلة يعني عمال بيات الأجانب ثم يعتدي عليهم مرة واثنان وثلاثة وظبطوا معاه أكتر من مرة ما بين مسدسات وما بين أسلحة حادة بيستخدمها إلى درجة إنهما زبطوا معاه خزن سلاح عينهم للوقت المناسب طيب حضرتك لوسة عقلية إيه بقى؟ من الذي يقام بتسليحه؟ طيب إذا كان هو شايل معاه الأسلحة بتاعته بشكل قانوني طيب مصب لوسة عقلية إزاي؟ رقم الثلاثة واربعة وخمسة وستة إذا كانت فرنسا كذلك والإعلام الغربي بيحاول يكارتن على الملفات ديت وما سلتش الضوء عليها طيب إحنا كإعلام عرب يا جماعة ليه ما نستصمرش مثل هذه الحوادث ونبدأ نشتغل عليها بشكل قوي للغاية؟ نحطها في مقارنة مع حوادث مشابعة حصلت في المنطقة العربية ضد أجانب ونشوف المعطيات والتعاملات بتاعة الدول الأجنبية مع مثل هذه الملفات ليه ما نتعاملش بنفس الطريقة ديت؟ أضيفه إلى ذلك فين حقوق الإنسان؟ الانتهاجات اللي بتحصل للأجانب في قلب دولة زي فرنسا ليه منظمات حقوق الإنسان ما بتجيبش سيرتها؟ شمعنا احنا؟ عشان تعرفوا حضراتكم المعايير المزدوجة وعشان تعرفوا كمان حضراتكم الخيبة اللي احنا فيها في المنطقة العربية أعلامنا سبوكم من الحكومات إنما الإعلام العربي المنظمات الحقوقية العربية ليه ما بنستثمرش الملفات ديت؟ طبعا بصراحة ربنا الواحد بيجي له الضغط لما نشوف الوضع ده ونضع مقارنة ما بيننا وما بينهم النيابة الفرنسية المتهم في هجوم باريس خطط الغطياء للمهاجرين بدافع كراهية مراضية يعني يعني ايه كراهية مراضية؟ الرجل عنده مرض يا جماعة ده كلها بتتنافى مع حقوق الإنسان بس كان لازم يحطه كراهية مراضية ليه؟ أصد فرنسا أساسا بتحافظ على حقوق الإنسان فرنسا تعلن خضوع المشتبه به في إطلاق النار على أكراد لتحقيق رسمي طبعا ده كلام لا يسمن ولا يغني من جوع الوضع أساسا مقزز ومؤرف طبعا الواحد بيصاب بتقزز أكثر لما بيشوف موقف الأعلام العربي والمنظمات الحقوقية العربية أراكم على خير